القانون المرور منع منع بات استعمال جهاز التنبيه جهاز التنبيه الهوائي أو المتعدد النغمات والمشابه لأصوات الحيوانات أو وضع مكبرات الصوت أو الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق كذلك أيضا من ضمن ذلك وضع ملسقات الزينة والإعلان والكتابة والرسم على زجاج العجل الأمامي والخلفي لأنه باعتبار يحجب الرؤية تمام ففي القانون هذه الأمور القانون رقم 86-2019 منعها وإضافة إلى ذلك صدر بيان بالمحاسبة والتجديد على هذه الأمور وهذا السؤال سيادة العميد أنه لماذا تم التجديد الآن؟ لكثرة الشكاوي حقيقة يعني يعني إحنا هسا في قاطع الرصافة اشتغلت من 2006 ولحد ما جئت إلى استعملت مجيئة مرور بغداد الكرخ عاملين به لكن مو يعني بالتجديد وإنما لكثرة الشكاوي من قبل الأخوان المواطنين ولكون هذه الأمور تزعج المواطن بأوقات متأخرة من الليل وخاصة في المنصور في الكرخ منطقة المنصور وكذلك أيضا في شارع الربيع وحي الجامعة في المناطق الحقيقة أهالي المناطق الشكونة عن طريق العلاقات والإعلام في بودية المورو العامة فالسيد العام المحترم اللواء طارق الربيعي حقيقة أوعز لكافة الدوريات بمحاسبة على هذه الأمور بيبس